موسيقى جولة اقتصادية جديدة والبداية محلية حيث يواصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية بشكل كارثي بعد تجاوز صرف الدولار حاجز الستمائة ريال لأول مرة وصد ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية في مختلف محافظة الجمهورية وفي ظل مخاوفة مجتمعية وحملات قضب واسعة للناشطين والسياسين على شبكات التواصل الاجتماعي وقالت مصادر اعلامية ومصرفية ان سعر صرف الدولار لدى محلات الصرافة في صنعاء وعدن تجاوز حاجز الستمائة ريال في عمليتي الشراء والبيع في أسواق الصرافة فيما اقترب سعر الريال السعودي إلى مئة وستين ريالا مراقبون دعوا الأطراف السياسية إلى الامتناع عن الزج بالحملة الوطنية في الصراعات السياسية وطالبوا باتخاذ إجراءات عجلة تعيد استقرار سعر الصرف وإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار تنفذ شركة مصافي عدن مشروع الامبوب الممتد من المصفات إلى محطتي الحسوة والمنصورة لتوليد الطاقة الكهربائية بتكلفة بلغت ملياري ريالا وأكد اقتصاديون أن المشروع سيوفر مكاسب مالية كبيرة كانت تصرف على عمليتي النقل البرية لمادة الديزل إلى محطتي التوليد ويبلغ قدر انبوب المازوت الستة عشر بوصة والديزل ستة بوصات فيما يبلغ طول كل انبوب حوالي عشرة كيلومترات برزت خلافات بين تونس وصندوق نقد الدولي للسطح بشأن موعد صرف الشريحة التالية لقرض من الصندوق بعد أن عطل نزاع داخل الحكومة الاتلافية الإصلاحات الاقتصادية في البلاد وستحدد نتيجة المحادثات مصير شريحة تبلغ 250 مليون دولار من قرض حجمه مليارين و800 مليون دولار ويضغط صندوق نقد على تونس لتقليل سعيز الميزانية وزيادة أسعار الوقود والكهرباء إثر ارتفاع أسعار النفط الذي يضغط على المالية العامة أقارت الحكومة التركية رفع أسعار طاقة الكهربائية بنسبة 14% للاستخدام الصناعي و9% للاستخدام المنزلي اعتبارا من أول سبتمبر اقتصاديون أشاروا إلى أن هذا الإجراء سيفاقم التضخم الذي وصل بالفعل إلى خانة العشرات وتسلط الضوء على أبعاد أخرى لأزمة العملة المستمرة في تركيا والتي هوت إلى أكثر من 40% هذا العام مما أضر كثيرا بشركات الطاقة حيث تعتمد تركيا اعتمادا شبه تام على الاستيراد لتربية احتياجاتها من الطاقة وأخيرا وقعت الخطوط الجوية الإثيوبية وحكومة تشاد اتفاقية لإطلاق شركة طيران وطنية جديدة لاتشاد في أول أكتوبر وتبدأ العمليات بأسطول مكون من طائرتين بومباردي كيو 400 وتجري الناقلة الإثيوبية المملكة للدولة والبالغ إرادتها خلال العام الجاري 3 مليارات و700 مليون دولار محادثات مع عدد من الدول الإفريقية لتملك حصص وإدارة عمليات استراتيجية تهدف إلى اكتساب ميزة تنافسية أمام منافسين مثل شركات الطيران في الخليج